بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضرتكم والنهاردة بإذن الله تعالى عدنا بعد انقطاع فترة طويلة الانقطاع بسبب يعني ناس ربما تكون الله يصلح حالهم يعني فالناس طبعا بكل صراحة في ناس يعني بتنبزنا على أساس ان هو بيقولك انتو ما عملتوش قيمة للمهندس الزراعي طبعا الأخ اللي كلمني وما سلكتش معاه ولا هو سلك معايا يعني في الأول وفي الآخر فهو جتنظروا ان انتو العلم بتاع الزراعة بتدو ببلاش يعني تمام فده اللي هو مزعاله يعني بقولك ان النهاردة عشان بس اروح لدكتور حتى ما عرفش حاجة بشري فبيدفعني مبلغ وقدروا شمعن انتو المرخصين يعني المهندس الزراعي فهي القصة مش مش قصة مرخصين ولا حاجة أنا ردت عليه ولكن يبدو اننا لا انا مقتنع بوجهة نظره ولا هو مقتنع بوجهة نظره على فكرة مش هو لوحده فيه كذا حد يعني فلذلك احنا بنطلب ان شاء الله بإذن الله تعالى ان احنا نكبر القناة ده هي تقدر المستطاع مش عمشان فلوس احنا لو عايزين فلوس طبعا نحطه هشك بشك على القناة ونعمله قناة هشك بشك عارفينه طبعا بلغة المصريين بسم الله ما شاء الله هتجيب يعني والله هتجيب عشر تلاف دولار في الشهر يعني اما القنوات العلمية اللي هادفة بص عليها على اليوتيوب كله على محتوى اليوتيوب للأسف الشديد هتلاقيها ما بتجيبش حاجة اساسة يعني تمام الا وجع القلب ولكن هي لله فعشان كده بنطلب من حضراتكم الأول مرة كل مرة هنطلب يا جماعة كبروا القناة ده هيت عشان اه والله كنت هقفلها لولا ان الاقواء يعني قالك لا ما يعني سبها فنرجو ان احنا يعني لما بنعمل فيديو او بنعمل حاجة اه كويسة يا ريت يعني ان الناس كلها تشير الفيديو ده هوت والناس كلها تدعم القناة قدر المستطاع علشان نقدر اه نوليكم او نفيدكم بكل جديد باذن الله تعالى النهاردة بنتكلم عن زراعة البطيخ وزراعة البطيخ السنة دي مختلفة عندنا شوية مشكلتنا في الكويت او او حتى الاجواء بتاعت الخليج الحارة مشكلتنا في حاجة اه لو زرعنا بدري حتى تحت البلس بيبقى فيه موجات سقيع عالية جدا تمام تبقى فيه موجات سقيع عالية جدا اه وطبعا خليك معي عشان التجربة فيها بطيخ مطعوم زي ما حضرتك شايف كده يعني بعد طالما هي تجربة ما نعززهاش قوي يعني ونزراحها في كوباي زي حضرتك وما انت شايف كده يعني حاجة حاجة حلوة خالص يعني طيب اه لو بزرعنا بدري يا جماعة بيكون الجو برد حتى لو تحت الانفاء النبات للأسف الشديد بيقف طيب لو زرعنا متأخر بقى امورك تمام التمام ما عندكش مشكلة ونمو خضري ولا اروع والعقد بيبقى ممتاز جدا انت لو زرعت في خمساشر اتنين حتى خارج الانفاء هتلاقي امورك كويسة جدا تمام ولكن المشكلة ان احنا بمجرد شهر اربعة عشرين اربعة ما بينتهي بنلاقي فيه تشريخ كتير جدا يا جماعة بنلاقي فيه تشريخ كتير جدا في البطيخ وطبعا السمار البطيخ طبعا لو حصل ان هي حصلات الشقوقات طبعا بتفقد القيمة الاقتصادية بتاعتها المهم احنا السنة دي زرع ثلاث اصنافهمة زي ما حضرتك شايف من صنف من سيمينز وصنفين سكاتة تمام فيهم صنف اللي هو النمس ده او الطويل وفيه الصنف اللي هو الراون ده او المدور تمام وبنشوف بنحاول باذن الله تعالى بنوصل لالية كده توصلنا لبر الامان زرعنا برضو شتلات في حيث ان انا اكسب وقت برضو وانا في المشتل وطلع شتلة حلوة زي كده وعملت تجربة كمان اللي هي تجربة البطيخ المطعوم اعتقد لأول مرة نزرعه هنا تمام وطعمناه يعني بعجوبة الحمد لله هو ناجحة هو طبعا زرعه بعد خمس ستة ايام بس نقص اللي هو طبعا معروف ان البطيخ بتطعم على اصلا كان ارعى ولا اي حاجة تانية زي ما حضرتك شايف كده ديت البطيخة ودي الساخ بتاعة القرعهية شابطين في بعض والحمد لله نجحت التجربة ما فيش اي مشكلة خالص اه وطبعا عندي في المشتج كتير بس انا دي جيبهم عشان التصوير بس تمام فا اه وطبعا هنتكلم عن قصة التطعيم دهية في اه فيديو الواحد ان شاء الله يوم الجمعة بعد الصلاة باذن الله تعالى بينزل اه فا اه اه عندنا يعني متسع من التجارب العديدة اللي ان شاء الله باذن الله تعالى نقدر نطلع منها اه بي اه حاجة كويس تمام طيب بالنسبة لتجهيز الارض زي ما حضرتك شايف كده هتقول لي انت عامل اونية كده اه والله احنا عاملين اولا اه طبعا المسافات الزراعة انا زرع على خمسين سنطي زي ما حضرتك شايف من النبات للنبات اهوة تمام هقوم لك اهوة هذا ده خمسين سنطي من النبات للنبات اهوة طبعا زي ما حضرتكم شايفين كده طريقة النفق المقلوب والتجربة مش على نطاق كبير جد او يعني ولكن اه نطاق اه دي شوية بحيس ان برضو العملية نشوف اه اقتصادية هتكون مجزية ولا لا لو هتزرع بعد كده في الاعوام القادمة بازن الله تعالى ربنا يدينا وديكم تلطر امر فا حاملين طبعا نفق اه المقلوب دهوت او انا يا زي ما انت شايف كده دربنا ديتشر وحطينا السماد العضوي بتاعنا طبعا مش مش حابة نحكي فيه كتير مفروض يكون شكله ايه تمام سماد عضوي محترم ما فيهوش مشاكل خلص ايا كان النوع بتاعه وايا كان المقدرة بتاعتك برضو في الكميات علشان فيه ناس يعني بتوقف حنبلية او بيوقف عن ده حاجات اه اه يعني اه صغيرة جدا يعني تمام اي كمية انت تحطها اه تحط سماد عضوي شوية كابريت ماشي مع شوية صوبر فوسفات ماشي هتحش شوية داب ماشي ما عندكش اي مشكلة خالص برضو اللي تقدر عليه بالنسبة لي اه المساحة الفدان او مساحة الهكتار او مساحة الاكر او اي مساحة يعني تمام المهم لو ارض بتاعتك خصوبة اه بتاعتها عالية فياريت برضو تحط السماد العضوي اه وخلاص تمام عايز تزود ما عندكش اي مشكلة خالص وطبعا بنردم عليه زي ما حضراتكم شايفين كده وبنحط اه بعد ما بنردم عليه طبعا بنخمر الارض كويز بحيس ان السماد العضوي طبعا انا حطت حمام والحمام مش اقول لك شريه هو اساسا كده كده موجود فابتدينا نحط الحمام اه زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا بنخمره التخمير الكويز بتاعه وبعد ما بنحس ان هو ابتدى ما بقاش فيه سخونية او ما فيش غاز بيطلع منه او اموره بقى طيبة بنبدأ نزرع زي ما حضراتكم شايفين كده المساحة المسافة بتاعت الزراعة من الخط ده للخط ده انا اعملها اه اربعة متر تمام ولكن في المطعوم انا اعملها بزويتها شوية تقريبا وصلة ستة متر من النبات من الخط للخط ده خطه وده خطه وده خطه وماشي تمام اه طبعا المطعوم بتبقى الكسافة بتاعته بس مش عليه قوي اه واللي هو العادي ده هو طبعا الكسافة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده على الخمسين سنتي قولنا وبين الخط والخط تقريبا في حدود اربعة ونص او خمسة اه متر يعني تمام اه و بنبدأ نزرع زي ما حضراتكم شايفين كده هوت وطبعا اه بزرع عندنا لازم الشتلات بتاعتك تكون ممتازة زي الشتلات ده شايف كده شايف الشتلات دي اهي لما لما نشيلها مسلا كده ما شاء الله طلعت كلها ايه شايفني يعني لمحاسب عليها ولا حاجة انا بشدي بالعافية كده بتطلع بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هوت تمام اه بجدرة ابيضة هوت المكعب بتاعه طالع بكامل اه قواه العقلية زي طالع بكامل قواه العقلية يعني زي ما واحد يكون راح يقلع درسه كده ويطلع كله لازم لو الدكتور اه ساب لك حتة في الدرس تحت كده هتطلع تاني يوم ممكن تضربه بالنار يعني تمام فاللي زي ما حضرتك شايف كده ما شاء الله الصلابة بتاعتها الانبات بتاع البطيخ بيبقى اه مشكلته في المشتر بيطول معانا شوية تمام فعشان كده جميل اه الملاوح ياريت في غرفة مظلمة خالص وتبدأ تحط الارفف بتاعتك تحط ارفف عشان تحط عليها الصواني ده هي ارفف كده تمام ويه اه تيجي على الصينية اللي عندك دهيت وترفع تيجي في الغرفة بتاعتك ديت وترفع درجة الحرارة بتاعتها ما تكمورش البطيخ ترفع درجة الحرارة عندك لتلاتين خمسة وتلاتين عن طريق اه كم دفاية من الدفيات اللي هما العادين بس واحد تسرعك اهربة بس عشان حرام تمام اه هتشغل دفيات من العادية دهيت الدفات دي طبعا بتدي اه وما تفصلهاش لليل ولا نهار تقعد مشغل الدفيات اه في اربعة ايام بالزبط او خمس ايام بتلاقي اه الامباد بتاعك بتاعتك مجرد شوف بقولك مجرد ما اشارة البطيخ تطلح كده بتاعت تبقى ابيض كده ويدوب نص الورقة طالح فيه كده شيل وافرد في المشتل عندك اه لان دي بتوفر عليك تقريبا يعني في اه عمر المشتل تقريبا خمس تشهر يوم تمام اه اه وبس يعني عينك تبقى ياقزة لان البطيخ مشكلته ان هو بيسرول وسرولت البطيخ مش زي الطماطم ولا زي كده لأ البطيخ لو سرول منك للأسف شديد مش هتعرف اه تعمل به حاجة تاني اطلاقا خالص تمام وامورك مش هتبقى كويسة لازم الشطلة البطيخ تبقى زي ما حضرتك شايف كده هوت يعني مش طويلة قوي اه شطلة يعني حتى ما فيش عنكبوت ما فيش اي حاجة فيش اي مشكلة تمام بحيس انك تزرع اه تبدأ ان شاء الله تمشي على طول تمام اه نيجي بقى لي الشتلات المطعومة ده هات اللي احنا باذن الله تعالى بنجربها تمام نجرب الشتلات المطعومة ديت وان شاء الله بيبقى اه ظروفة كويسة جدا طب اه واحدة هيقول لي طب انت زراعت ديت على كده لو ما حطتش اه محطتش اولا ما حطتش ملش هقولك اولا انا اه انا اه انا اه اه زراعت ديت ومحطتش ملش علشان اولا ديت اجربة تمام اه تاني حاجة يعني القصة ده هي اه عندي في الكويت هنا درجة الحرار بتعله وقت البطيخ ما بكون محتاج مياه كتير فالموضوع ده بيقدر يحتفظل بالمياه في المنطقة ده هي تمحصش تسييل على اه المصطبع اه غير كده برضو الغزاء والحاجات بتاعته بنختصرها في كده اه في المنطقة الصغيرة ديت غير الكلام ده كلته كمان ان انا اه في الاول وفي الاخر دي تجربة صغيرة جدا يعني تقريبا مساحة تفدان ونص تمام اه مساحة صغيرة جدا فا اه نقدر يعني لو في شوية حشيش ولا بتاع اه نقدر نخربش جنب النبات وطبعا احنا هنغطي يا جماعة على فكرة احنا هنغطي انت شايف الغطة هناك كهوة ابيض ولكن ده بيه اللي هو مش نت ولا بلاستيك لأ ده اللي انتوا عارفينه اللي هو التغطية القطنية ده اللي هو مش القطن اللي هو الخفيف ده اه طبعا هنغطي بيه باذن الله تعالى لان هو قريبا ادفى من البلاستيك بكتير يعني تمام هو موجود عندنا برضو هنغطي بيه وبنصورو لك برضو واحنا بنغطي بيه واحنا بنعمل ازاي النفق تمام عرفتوا ليه احنا عاملين النفق الصغير ده هو تمام علشان نحتفظ بشوية المية بتاعنا لان المية طبعا عنصر المية مهم جدا في اجواءنا اللي احنا فيها في الكويت دي فا اه زي ما حضرتك شايف كده ويبازن الله ممكن يعني ننزل شوية التراب لما النبات يطلع غير كده كمان النبات لما بيطلع لي فوق هنا طبعا بيطلع ليش حشايش ولا حاجة اه بتبقى الصمرة اساسا بعيدة عن البلاستيك او بعيدة عن اه المنطقة المبلولة ديت لو انا عامل مصطبة مثلا فبتبقى هنا تقريبا امورنا يعني ان شاء الله تبقى طيبة يعني انا زرع اه اولا لتجربة وزي ما قلت بالطريقة دي التجربة سانية عشان اقدر اعمل المنطقة الصغيرة ديت اقدر العب فيها براحة في تسميد في الري بتاعي في وكفحة الحشايش في الخربشة جنب النبات هتديني يعني مرونه اكتر في التعامل مع النبات تمام اه ده اللي كنا عايزين نقوله ان نهرب اذن الله تعالى يوم الخميس او يوم الجمعة باذن الله تعالى بنتكلم عن اه قصة بقى الايه التطعيم اللي احنا شايفينها ده هي باذن الله واللي ان شاء الله تبقى بشرة خير وحاجة نقدر نعممها ان شاء الله في الكويت تمام اه مش هقولك ده طبعا اعمل يعني الكليبسات اللي جبناها من مصر للاسف كانت ديقة فاضطرنا نشتغل بالبلاستيك ويه ما شاء الله يعني اه حاجة تفرح والله اه اه دي غلط طعم ده الاصل اه اشكر حضراتكم واتمنى ان احنا اه نشير الفيديو على اوسع نطاق شكر الله حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته